في الثانية والعشرين من نوفمبر من العام 1963 كان الرئيس الأمريكي جون فيتزجيراد كالدي في مدينة دالاس في ولاية تكساس للترويج لحملته الانتخابية وقد توافد ألاف الأمريكيين مشاهدة موكب الرئيس الولايات المتحدة وزوجته جاكلين وعند الساعة الثانية عشرة والثلاثين دقيقة كانت سيارة الرئيس المكشوفة تسير في منطقة ديلي بلازا عندما استهدفتها ثلاث طلقات نارية وأصيب كندي برصصتين اخترقت أولهما رقبته وخرجت من بلعومه في حين أصابت الثانية رأسه وقضت عليه وأعلنت وفاة الرئيس عند الساعة الواحدة ظهرا وكشف التحقيق الرسمي أن لي هارفي أوزولد البالغ من العمر 24 عاما قد أطلق هذه الرصصات من الطابق السادس من مبنى مطل على الشارع لكن المشتبه به لم يحاكم يوما فهو قتل خلال نقله إلى السجن بعد يومين من عملية الاغتيال على يد جاك روبي صاحب ناد ليلي له علاقة بالمافيا غير أن هذه الرواية لم تقنع حتى اليوم السواد الأعظم من الأمريكيين الذين تقنعهم أكثر فكرة المؤامرة المدبرة من المافيا أو الروس أو الاستخبارات الأمريكية أو حتى نائب الرئيس جونسون وجاء في تقرير صادر عن مجلس النواب الأمريكي في العام 1979 أن الرصصات قد أطلقت من مصدرهين